فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فإن الله رب العالمين سبحانه وتعالى قد جعل في هذه الحياة آيات ولكن هذه الآيات لا يتدبرها إلا أولو الألباب ولابد للمسلم العاقلي أن يأخذ من هذه الآيات ما يقوده إلى الله تبارك وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضين فلابد الإنسان يقول إن كل حدث في الحياة أن يذكره بالله تبارك وتعالى أن يذكره بخالقي أن يذكره بمرده إليه سبحانه وتعالى وأن مردنا إلى الله لو نظرت إلى أرباب الصنائع والحرف لو وجدت أن كل صاحب حرفة ومهنة مهموم ومشتغل بحرفته ومهنته يعني مثلا لو دخل العمال أو أرباب هذه الصنائع إلى بناية جماعة من العمال دخلوا عمارة جديدة فتجد أن كل صاحب حرفة أو مهنة في دول بيبص على الحاجة اللي شغلاه اللي هي شغلانته فهتلاقي مثلا الرجل بتاع البنة يبص على الحيطان بتاع المحارة برضه يبص على الحيطان والأسقف هتلاقي التاني مثلا بتاع النقاشة برضه يبص على الحيطان الرجل بتاع الجبس يبص على الأسقف الرجل بتاع الصراميك أو بتاع البلط يبص على الأرضيات ليه؟ لأن ده شغله دي حرفته طيب والمسلم لابد كذلك للمسلم أن كل موقف في الحياة يقوده إلى الله تبارك وتعالى أن كل موقف يذكرك بالله عز وجل لا أن يمر الإنسان على الآيات مرور الكرام المسلم مثلا لو وليكن انطفأ المصباح النور أطع المفروض العاقل أول شيء يفتكر ظلمة القبر إنك إذا أخرجده لم يكد يراها إنك إنت ستكون ضجيعا في قبرك في هذا الظلام الدامس إنما ينير قبرك عملك فتحاول من دلوقتي تعمر وتنير هذا القبر الذي ستمكث فيه إلى يوم يبعثون يبقى يا إخوانا الإنسان يتفكر بقى في الآيات دي ولذلك حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ خواتيم صورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار للآيات لأولي الألباب قال عليه صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتدبر معناها لا أن تلوك الآيات بلسانك دون تفكر إن الآيات المفروض تقودك إلى الله عز وجل تذكرك به تذكرك بقدرته سبحانه وبحمده دا الإنسان العقلي إخوانا طيب وكذلك المسلم لو إخوانا سمع الإنسان مننا رجة شديدة سمع وليكن حصل زلزال المفروض يذكرك بهذا اليوم الفزع الأكبر بيوم الصاعقة يوم يقوم الناس لرب العالمين إذا زلزلت الأرض زلزالها واضح يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزالة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد المفروض المسلم يا أخوانا إذا ما قلت الآيات دي والمواقف دي والعبر دي تقوده إلى الله تذكره بالله سبحانه وتعالى مش إن إحنا عملين معادي كل حاجة زي شابه بعض وكل شكل بعض لا يا أخوانا تأمل الحسن البصري رحمة الله عليه كان صائما ذات يوم فجيء له بقوب من الماء باردا جيء عند الفطر كده جامله شاط ما سعين فلما أمسك بالماء بكى بكاء شديد فقيل له ما يبكيك قال ذكرت أمنية أهل النار إيه هي بقى أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله تخيل الموقف ده ذكره بهذا الموقف العصيب لأن دماغهم كانت شغالة يا أخوانا كان عندهم تفكر كانوا يعملون عقولهم وأفكارهم دائما فيما يقودهم إلى الله تبارك وتعالى مش إن الإنسان مننا يمر على الآيات مرور الكرام لا يا أخوان نحن عزيم زي ما قلت برضو نأخذ من هذه الآيات العبر التي تقودنا إلى الله عز وجل وتجعل الإيمان الإنسان مننا يعني دائم الذكر ودائم القربة من الله عز وجل في نفس هذه المدرسة التي تخرج من الحسن البصري تخرج فيها عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك كان له رفقة وكان الناس يعجبون من وقع كلامه كأنها السياط على القلوب فتعجب الناس من هذا أصحاب الرفقاء بقى الزعب عبد الله بن مبارك يعني إذا وعظ يعني الناس بتأخذها العبر زي ما قيل يعني لبعض السلف ما لنا إذا ذكرت ذكرت الناس يعني بكوا فقال ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة مش نجيب واحدة ابنها مات زي ما نجيب واحدة مقجرين عشان تولول ولا تصوت هذه مستأجرة أصلا يعني ما عاد بش فرق معايا أما حاجة تاخد الإرشين وخلاص لكن دي فعلا فقدت ابنها فكذلك أخواننا الإنسان لم يكون هو أصلا حاسس بالموعظة بتوصل غالبا إلى القلوب لأن الإنسان يا أخواننا يعز من طرف اللسان وخلاص هو بس طلع يخطب الخطبة عشان بس ايه طلع أي كلام وخلاص لكن لكن انت لما تكون حريص على الناس وده الوصف اللي ربنا وصف للنبي عليه الصلاة والسلام حريص عليكم كذلك الداعية المفروض يقوم هذا المقام حريص عليكم أنا أخوك أنا خايف عليك أنا عايز أخذ بإيدك علشان ندخل الجنة سوا أنا هستفدئ لما انت تكون في النار لا وعشان كده الإمام محمد كان يقول وما ينفعك أن يعذب الله أخوك المسلم فيك انت استفدئ استفدئ فلابد يا أخواننا الإنسان زي ما قلت يمر على هذه آيات ويأخذ منها العبرة التي تقود إلى الله عز وجل فعبد الله بن المبارك رحمة الله عليه كان في سفر وزي ما قلت كان الناس يعجبون من واقع كلام بن المبارك على القلوب فانتفأ المصباح في مرة النور أطع بتاع النار دي اتفط فعلى ما أوقع النار مرة أخرى إذا إذرأوا عين عبد الله مبارك سحاقة بالدموع فقالوا هذا الذي أبلغه هو هي دي بقى إنك انت يكون لك خبيئة من عمل صالح حاجة كده بينك وبين ربك لا يطلع عليها أحد من الناس إن يكون لك خبيئة من عمل صالح مش كل أعمالك كده ماكشوف على الملأ وكل الناس عارفة تبتعمل إيه وبتروح فيين وبتتصدق بإيه وتعمل لا لازم أنت يكون لك عمل كده خفي زي مثلا هؤلاء الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لهم أهل الغار دول حل الجماعة دول قالوا إيه يا أخوان يدعو ربه عمل صالح فكل أحد منهم قال إيه اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا أهم حاجة إيه ابتغاء وجهك هو ده القيد هو الضابط ابتغاء وجهك اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج تخيل الإخلاص يحرك الحجر الصخرة تحركت التلاتة كل راح بقى منهم دعوة خلص الصخرة اتشالت أصلا وخرج ويمش بإيه الإخلاص بإيه اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فشوف عبدالله بن مبارك عمل نفس القصة بردو كيف سيبتلك لما أوقاد المصباح مرة أخرى رأوا بكاء ودمع هتونا هذا هو يا إخوان سيدنا عبدالله مسعود كان يمشي ذاته يوم مع رفقة أصحابه وكان منهم الربيع بن خثي فالربيع بن خثي وكان دا من جلة أصحاب عبدالله بن مبارك حتى كان ابن مسعود يقول له والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك تخيل فالمهم كان ابن مسعود زي ما قلت مع رفقة أصحابه إذ مروا على أسواق الحدادين جمع الأمائي حدادين بعدهم يعملوا النار ويبقضوا وكلام زي كذا فعبدالله بن المبارك رضي الله عنه هذا الموقف ذكره بجهنم فتلى قول الله تبارك وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا تلى عبدالله بن مسعود هذه الآية على مسامع أصحابه فلما سبعها الربيع بن خثيم أغشي عليه الآية اخترقت قلبه أغشي عليه هذا هو فعاده عبدالله بن مسعود من صلاة الظهر إلى العصر فما أفاق فعاده من العصر إلى المغرب فما أفاق فعاده من المغرب إلى العشاء فما أفاق فما أفاق إلا في نصف الليل بآية زي مولت الآية دي تقودك لذكر الآخرة تقود الإنسان اليقظ لهو قلب حي لهو ذهن حاضر تقوده إلى الله تبارك وتعالى واضح إزاي؟ وتخيل بأن نار تغار يعني على جناب التوحيد إذا رأتهم لما النار تشوف الكفار هؤلاء الذين كفروا بربهم في موقف القيامة ومشهد القيامة النار عايزة تاكل الكفار دول إذا رأتهم من مكان بعيد سامعوا لها تغيظا وزفيرا عايز أن تقولك عايز أن تكلهم من أرض المحشر وضح إزاي وتخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول يؤتى يوم القيامة بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ومع ذلك إذا رأتهم من مكان بعيد سامعوا لها تغيظا وزفيرا تعرف أنت لو حاولت أنك أنت تحسب الحسبة دي سبعون ألف ملك مع كل ملك سبعون ألف ملك يجرون هذه النار لو حاولت أنك أنت تعمل حسبة كده يطلع لك حوالي عدد الملايكة اللي بيجروا النار بس أربعة مليار وتسعمائة مليون ملك ومع ذلك مش قادرين النار هتنقض على هؤلاء خيال فموقف عصيب موقف عصيب لكن تأمل إلى كيف أن عبدالله بن مسؤول استنبط من هذا الموقف موقف آخر يدل على الله عز وجل هو ده إخواننا اللي إحنا محتاجينه محتاجين إحنا نعمل نعمل أعمالنا أفكارنا وكل شيء في ذكر الآخرة فكل ما في الدنيا يذكر بالآخرة واضح عبدالله مالك ابن دينار رحمة الله عليه كان يقوم وهو الليل كله وقابض على لحياته يقوم الليل كله وهو قابض على لحياته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار فأي الدارين مسكن مالك أي الدارين مسكنك أي الدارين مسكنك أنت أنت هتعمل إيه أنت وضعك إيه هتقابل ربنا بإيه إيه التكئة وإيه العمل الصالح الذي أعددته للقاء الله لابد يا أخواننا الإنسان يستكفر من الصالحات أن الإنسان يحاول من قد المستطاع أنه يعمل أعمال صالحة كتير يا أخوان علشان زي ما بتلك تنافس الأخيار في استوفارهم وليس الفجار في فجرهم إنك أنت تزاحم الصالحين على باب الجنة أنه يحد يسارع إلى ربنا سبحانه وتعالى واضح؟ فلابد يا أخواننا الإنسان زي ما قلناه كل ما في الكون يذكر بالله ويذكر بالآخرة لازم يا أخواننا الإنسان يأخذ من آيات الدنيا ما يقوده ويدله على الله تبارك وتعالى وهذا لا يتأتى إلا لأرباب اليقظة الإنسان العارف هو عايز إيه ويوصل هو أصلاً عايش في الدنيا ويرى أن قلبه وعينه تنظر إلى الآخرة واضح؟ بشأنه أضيها وعايش وأهم حاجة نحن نعيش النهاردة ونهارة 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 كانت أجل قالت التفكر في عظمة الله وكذلك كان سوفان الثوري رحمة الله يقول قال لأن أقوم آية أتدبر فيها في عظمة الله أحب إلي من قيامها واضح إزاي؟ إنك أنت تنظر زي متلك في ملكوت السماوات الأرض قلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر إنك أنت زي متلك كل حاجة في الكون دي أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم أفلا منظروا إلى السماء فوقهم كيف بننا وزينا وآفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق وإلى السماء كيف رفعت وللأرض إلى آخر ذلك إنك أنت هذه الآيات ما تمرش على كده وخلاص إنك أنت زي متلك ترى قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى نسأل تبارك وتعالى أن يجعلنا وإيكم ممن يستمعون القول فتابعون أحسنه اللهم آمين نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا يقول السائل الكريم تقاصمت أنا وأخي بسبب ورث وبيع أرض لقد أهنته واتهمت بالظلم والزور لأنه لا يساعد في باية حق لي لأن نحن في شعبان ولم يصالحني وعندما حاولت مصالحته رفض السلح تماما مع العمل ما العمل والله طبعا الإنسان يا أخوانا يعني في في الأيام المباركة الأيام الفاضلة النبي أولا عارفين إحنا الأعمال يا أخوانا أعمال بترفع يوميا وأسبوعيا وسنويا يوميا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار بدأت تعاقب في صلاة العصر والعشاء بدأت تعاقب اليوم اللي هو الرفع اليومي طيب والرفع الأسبوعي كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن الصيام يوم الاثنين قال ذاك يوم نريدت فيه فعصوه وأحب أن يرفع عملي وعنصار واضح إزاي طيب الرفع اللي هو السنوي كما أخبر أيضا عليه الصلاة والسلام إن الله يطيع على ليلة نصف من شعبان فيغفر الله عز وجل إلا لمشرك أو مشاحن العمل زي ما قلنا يا إخوان يرفع عليه الصلاة والسلام عمل وليقاب العمل للنهار كذلك هذا بالنسبة الرفع اليوم والإنسان يستحب يا إخوان نصوم برضو أغلب شعبان كما كان هذا من هدي عليه الصلاة والسلام ما صام رسول الله شهرا كاملا غير رمضان وكان يصوم أغلب شعبان وكان يقول أيضا عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع في العمل وحب أن يرفع عملي وأنا صار فالشاهد يعني إن الإنسان يا إخوان لو بينه مشاحن مع أخيه وانت أغلطت أخطأت أسأت استغفر له روح سمحه وبصرس واسترضي حتى يرضى لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني أحسنوا إليهم ويسيئون إليهم أحلموا عليهم واجهلوا نعلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن كان كما قلت فكأنما تصفهم المل هو التراب الرماد اللي نتعر يعني فالإنسان إخوانا يحاول بقدم يستطيع أنك لو أنت ظلمت حد أسأت الحد تحاول أنك أنت تسترضي لشان حتى عملك يرفع إلى المشرك أو مشاحن مشاحنة دي هي الخلافات الخلافة على الدنيا وانت بتقول أنت أخطأت أخطأت فيه وأهنت واتهمت بالظلم والزور لأنه لا يساعدك في حق إن كان لك حق تحاول أنك أنت تأخذه برفق من لا أن نختلف على لعاعة من الدنيا إخوانا لا الدنيا إخوانا متفاتة زي ما يقولوا يعني الدنيا بسيطة لكن لو لك حق لا أخذه لا المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن وفي كل الخير لكن أنت بيقولش إنسان كده عايش كده مع لش يعني يعني زي ما قلوه كده هفأ وكل حد يتحك عليك وحد يأكل بعالك لا طبعا دي حقوق لك وحقوق لأولادك حافظ على حقك وحافظ على حق أولادك دون إجحاف ودون ظلم أو جور فأنت تحاول دلوقتي أنك أنت تأخذ حقك بسلوب طيب بكلام طيب ولي جانب إن شاء الله يعني تأخذ مثلا حتى لو كده أنت توصط حد من الكبرات العيلة أو كبرات البلد أو كلام زي كده يدخل يشوف القصة دي مشيه زيه لكن زي قلت دون إجحاف ودون ظلم أو جور على أخيك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما كان منا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا معنا فاصر قصير ثم نعون إليكم إن شاء الله عز وجل فقوا معنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم بحمل من الله عز وجل نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا تعيب تقول السائلة لو شعر الزوجة قصير ومقصف ومش حل فهل تركيب وصلت الشعر أو ما يسمى إكستينشن حلال أم حرام طبعا نحن نعرف الوعيد الشديد الوالد في مسألة الوصل لعن الله الواصلة والمستوصلة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أيوم امرأة أدخلت في شعرها ما ليس منه فإنما تدخله زورا هذا هو الأصل لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامص والمتنمص إلى آخر الحديث هذا هو القيد والأصل الكبير ولكن لو كان المرأة لها عندها عاهة أو عندها مرض أو يعني عيبوها مشين أو ما شبه ذلك يعني بحيث الرجل قد يفزع من هذا المنظر بعض النساء ممكن تبتلى بشيء من الصلع وليكن واضح ازاي فلو كان هذا يا أخوانا من باب العلاج لا بأس لو كان هذا من باب العلاج فلا بأس حتى العلماء تكلقوا في مسألة إجازة وصل الشعر بشعر غير شعر آدمي إذا تحاول تشوف أي حاجة تانية ممكن تصل بها شعر غير شعر آدمي واضح فإن كان من باب يعني العلاج فلا بأس وكذلك برضو لابد للرجل إن المرأة كذلك المرأة إن هي تعرف الراجم الأول إن هي عندها مشكلة في شعرها حتى لا تدخل تحت نطاق الغش من غشنا أو من غش فليس مننا فالأصل في هذه المسائل شيء من الإضاح شيء من البيان إفرض الراجل مثلا هو بيحب إن زوج تبقى شعرها كويس وليكن يحب إن هي بقى شعرها كويس شعرها ناعم عشان مثلا لا تقعد في البيت تتزين له بهذا الشعر ممكن واحد يكون ده بنسبة له أمر مهم يبقى ما تكون المرأة غشته أو إن هي دحكت عليه أو خبت عليه يبقى برضو المسائل الوضوح في هذه الأمور أمر مهم فلو كان هذا كما قلت من باب العلاج أو إزالة العيب عن المشين فلا بأس بذلك إن شاء الله طيب تقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول هل يحق الزوجة أن تذهب إلى دكتور نساء لتتابع معه الحمل وهناك طبيبة النساء لا مفروض المرأة المسلمة عفيفة وتعففة لا أن تنكشف على رجل مع وجود نساء متخصصات في هذا المجال وممكن تكون مرأة مرضو شطرة وكويسة ونبيها وذكية يعني بارعة في مجالها طب إحنا ليه نعمل كده بالأصل أن المرأة مثلا تروح لطبيبة طبيبة مسلمة طبيبة ما يرى إذن عدم ذلك لو أنت بقى مش تلاقيها في الدنيا حد بقى خالص وحدة بقى تبقى متقنة أو حد كويس في أصلا بعض النساء عندهم عقدة من النسوات يعني في واحدة عندها عقدة أو عقدة من الطبيبات يقول لك مفيش واحدة أصلا الدكتورة بتفهم بعض النساء ممكن يقول كده أو يعتقد كده لك لقى الرجالة أشتر والرجالة عارفين والرجالة كلام زي كده وضح زي لو أنت بقى إن عدم الأمر دك خالص من الدنيا وجود المرأة مسلمة متقنة في المكان المحيط بيجي طب نشوف مكان تاني طب نشوف حتى وليكن برّة الحي خالص يهزت برّة المحافظة حتى مش إن إحنا نستسل وروح للدكتور طبيب يبقى الأصل المرأة المسلمة الدينة المتقنة طيب إيه لم يكن مسلمة خالص نروح لنجد المسلمة طب إيه لم يكن يبقى طبيب مسلم يتقن له أو الآخر إنه خالص أنا دكتور وخلاص بس ده عند العدام وجود الطبيبة المسلمة العالمة الكفة وده طبعا ما فيش فيش حاجة كلمة خالص يعني يعني أكيد أكيد فيك نساء طبيبات فاضلات عالمات متقنات أكيد فيه لكن إحنا بس إيه إحنا إحنا اللي مش عارفين أو إحنا ما بينكلفش نفسينا حتى السؤال أنت ممكن تسألي أخواتك المحيطات بيك ما تعرفيش واحدة كويسة آه والله إذا نعرف واحدة كنت متابعة معها آه لا والله في واحدة في المجال الفلاني كويسة آه لا وهكذا لكن إحنا نستسهل وإحنا مش عايزة واحدة ليه لا يجوز إلا زيما قلت عند العدام ذلك طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بيقول عندي سؤال مستفزيني جدا يا شيخ إيه بقى المستفزك بيقول أو بتقول أنا بتقول أنا في ناس كتير بتبعثلي منشورات دينية جميلة وآخر منشور مكتوب أمانة فرقبتك ابعتها في الجروب الجروبات اللي عندك لو ما بعتقاش هتفقد عزيز وغالي أو بتقول أنا خايفة أتحاسب على الأمانة دي وفي نفس الوقت حاسة بيجبرني ده كلام مالوش أي قيمة مالوش أي قيمة أنا مش شرط علي إن أنا أشير في جروبات لا أنا الحاجة اللي أنا شايفها حاجة صحيح وحاجة مناسبة أنا ممكن ننشرها طب لا في حاجات تانية وقال لك لو ما عملتهاش مش عارفة تفقد إيه أو لازم توصلها العشرة تبعتها العشرة لو ما بعتهاش العشرة هتسمع خبر يسيئك أو حد تفقد حد من أهلك إيه كلام الهبل ده كلام هذا ما له أي قيمة ولا أي زينة إطلاقا الإنسان ينشر ما يراه صحيحا ما يراه مناسبا ما يراه نافعا بس مش أنت تبعات لي رسالة وتقول لي فرض عليك أو لازم أو لابد إنك أنت تشيرها لا طبعا ميلة قال كده أنا أنشر أو أشير ما أراه مناسبا اشترتش علي حاجة وقصة بقى إنها تفقد حد عزيز عليك أو غيره كل هذا الكلام ما له أي زينة كما قلت ولا أي قيمة الله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر أمر ما فرغ منه وفعت الأقلام وجفت الصحف كل شيء في الكون بقدر الله مش الرسالة دي اللي هتفقدني عزيز ولا غيري يعني لا ما شغطهاش لا طبعا كلام ما له أي قيم فالأحزم قلت ينشر ما يراه مناسبا ما يراه نافعا لعامة المسلمين لا تتقياد بهذا ولا يعني إيه تستهجيني الكلام خلاص مروها كما جاءت طيب تقول من فضلك سؤال آخر يعني تقول من فضلك أنا بشتغل في حضانة وصاحب الشغل بيطلب مني أشتري طلبات للحضانة زي شاي سكر وأدوات نظافة وكذا أنا بشتريها من أماكن جملة وبحسب وسعر السور الماركت لأندي بمشي مشوار كبير عشان أروح محلات الجملة كده حرام أرجوك سورة الرد لا بأس عليك إن شاء الله عز وجل لا بأس أنك أنت تشتري بالمكان وتحاسبيه بالمكان بسعر آخر طالما إيه حاجة بذلتي شيء من الجهدي يعني إن هذا ليس من طبيعة العمل ليس من طبيعة عملك أنك أنت تروح تشتري الحاجات دي ربنا أحفظي طالما أنك أنت معلمة يعني فطبيعة العمل بتاعك أنك أنت معلمة للأطفال مش أنك أنت وظيفتك أنك تروح تجيبي هذه السنعة أو هذه الأدوات طيب يقول السلام عليكم واتلا وبركاته عليكم واتلا وبركاته يقول إحنا لنا جيران جزاهم الله خير مشغال القرآن على طول وأنا لما بدخل الحمام أسفى جدا الصد ببقى واصل فواصل عني بردد مع القرآن حتى لو في سري هل هذا حرم؟ لا طالما في سريك ما فيش مشكلة خالص أو الإنسان حتى يستمع الإنسان حتى لو استمع للقرآن في الحمام لا بأس عليه خلاص من الشيء رغما عنك ولو أرددتي ولكن في نفسك دون أن كنت تخريج الصوت هذا في الحمام عمتا ما فيش مشكلة ممكن الإنسان يردد القرآن حتى أو الأذكار لكن في مكان قضاء الحاجة اللي هي القعدة يعني زي ما احنا بقول لا لأن هذا هو مكان قضاء الحاجة لكن دلوقتي مثلا تحت الدوش في البنيو عادي جدا ممكن أنا أو الأذكار ممكن أسبح ممكن أردد آية ولا حاجة لا بأس طيب يقول السائل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول في كثير من الأحيان يضيق صدرنا بسبب سوء معاملة المقربين لنا ويبقى في ذلك الشعور يؤلم في القلب ونحتاجه لنتحدث إلى أحدهم ونروي له ما فعل المسيء لنا هل عندما نحكي ما يحزننا ويغضبنا لأحد تعتبر نميمة لا ليست نميمة القطح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طالب الإعانة في إزالة منكري ست حالاتهم ده مش اسمهم غيبة مش اسمهم نميمة لا لا متظلم أنا وقع علي ظلم من واحد فجيد بحتكم لبني آدم ثالث أقول له يا عم الحاج دلوقتي حصل من فلان واحد اثنين ثلاثة أنا أعمل إيه أنا دلوقتي جاي أستشيرك أنت تدخل بنا عشان تصلح الأمور دي فأنا دلوقتي بوضح لي الخلاف أو سوق التفاهم اللي حاصل بيني وبين الشخص التالي يبقى دلوقتي مش بكتابه ولا بنم عليه ده مفوش حاجة خالص متظلم ومعرف معرف يعني إيه بتقول لي بقولك تعرف فلان اللي هو الطويل عرف فلان فبقولك مثلا أعرف محمد محمد يا عم محمد اللي هو الطويل ده أيو مين يا عم محمد اللي هو اللي هو الصمر دا يا عم دا مش غيبة أنا بعرفه أنا بعرف هيئته شكله لأصد إن أنا ننتقص منه ولا أقلل من قدره ولا إن أنا أذكره بسوء أنا بس بحاول أعرفه متظلم ومعرف ومحذر بقولك فلان ده خلي بالك عشان راجل سوء ليه أصله هو بيعمل واحد اتنين تلاتة بان عندي بيينة بالكلام ده مش الناس تسهل وقع في الناس وإعراض الناس لا أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيريها العلماء والحكام واضح فالإنسان إخوان ما يستسهل شي إنه هو يذكر الناس بسوء لازم علشان دي من أكبر الأدواء اللي ممكن الناس تقع فيها ومحذر واحد دلوقتي جاي يقول لي يا عم الشيخ أنا دلوقتي متقدم لبنتي فلان هقول له لا ما تجوزش بنتك لفلان ده لأصل فلان ده إنسان سيء الراجل ده احنا معشرينه وراجل ده مثلا من حتتنا أو من الشارع بتاعنا أو من الساكن في العمارة وراجل ده مش كويس بس مش كويس دي طلع على بيينة مش إنه عايزة طفش وعايزة بوز الجوازة فهقول له مش كويس لا متظلمين ومعرفين ومحذرت ومجاهرا فسق الواحد زي ما قلتلك برضو جاي يخطب مثلا بنتي أو أختي أو كلما زي كده ومجاهرا فسق هو إنسان فاسق أصلا إنسان لا يعرف ربنا ولا عمره شوفنا مثلا في مسجد ولا شوفنا يعرف ربنا خالص مجاهرا فسقا وبيشرب بقى حاجات وحشة وبيعمل حاجات وحشة وكلما زي كده يبقى مجاهرا فسقا ومستفتد واحد دلوقتي جاي يقول لي يا عم الشيخ أنا عايز أستفتيك في موضوع الفلاني ووضح زي يبقى مستفتد دي برضو بتغيبه ومنطلب الإعانة في إزالة منكري جاي عم الشيخ دلوقتي أنا يا عم الشيخ فلان ده واكل عليها فلوس أو ظلمني فلوس وأنا دلوقتي جاي أقول لك أنت ترد لي أعمل إيه في الحالة دي برضو أنت بتطلب الإعانة في إزالة منكري في هذه الحالة ليست هذه بالغيب فأنت حضرك بتسأل السؤال نفس السؤال ده فلا شيء عليك لو ذكرته أو وضحت أو أجليت أمره للآخرين حتى ترفع نفسك اللائمة أو النظلمة فلا بأس عليك في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى طيب يقول تقول السائلة بتقول أنا رايحة عمرة إن شاء الله وقات للدورة لو قات للدورة هناك إيه اللي المفروض أعمله والله طبعا الحيض لا يفسد العمرة إنما يمنع من الطواف واضح إزاي لأن النبي عليه السلام قال لعائشة افعالي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبريد يبقى المرة تمكث الأيام اللي هتعودها في مكة وليأكل حتى تنقضي مسألة فترة الحيض وبعدها تستأنف عمرتها واضح إزاي يبقى أنت تعمل الأمر ده الإحرام بالعمرة والحج لا يجوز إنسان برضو يتحلل من الإحرام بالعمرة والحج يعني لأنه خلاص حتى يتم من نسك اللي هو بتاعه لأن ربنا سبحانه على قال وأتم الحج والعمرة لله يبقى كذلك حضورات الإحرام إن كنت تخلعي يبقى تكفي عن محضورات الإحرام كذلك العمر وتطوفي وتسحي وتقصري بعد انتهاء الفترة أو طيب لو أنت مثلا أنت خلاص مقرر لك وليكن مثلا أيام معدودات مكة وبعد كده أتسفري كده تروح المدينة مثلا وليكن بعد المدينة هتسفري على بلدك في هذه الحال يبقى إيه إتمام النسك يأخذ حكم المقصر أو المحصر يعني المحصر ده لو إنسان أحصر عن الوصول إتمام النسك يعني بتاعه يبقى هي تتحلل وتذبح هديا تذبح الهدي ده بنفسها في المكان اللي هي فيه أو توكل غيرها يذبح لها واضحة زي أنا دلوقتي مثلا خلاص أحصرت عن إتمام العمر فما استيصر من الهدي كما قال الله تبارك وتعالى زي ما قلت الهدي ده هتبحه إما في مكة أو هتبحه في أي مكان تادي طبعا هتبحه في مكة طبعا دلوقتي مثلا خلاص أنا سفرت خلاص أوقل حد يذبحه لي ومعلي كده تأخذ من شعرها لأن طبعا النبي عليه السلام وإخوانا لما كان ذاهبا إلى العمر يعني فمنعته قريش هذا في زمان الحديب يعني فالنبي صلى الله عليه وقالي وسلم ذبح هديه خارج الحرام فلو حضرتك جتلك الدورة أثناء العمر أنت حضرتك دلوقتي هتكفي عن الطواف وتفضلي بإحرامك لغاية ما الأيام دي تنقضي عندك وبعد كده إن شاء الله تستكملي العمر بتاعتك لو أنت موجودة خلال الأيام دي طب لأنت دلوقتي هتسفري هتروحي مكان تاني أو سفري بلدك أو ما شبه ذلك يبقى في الحالة دي إذا قلت يأخذ حكم المحصر أو إن في حالة تاني إن المرأة ممكن تأخذ الحبوب حبوب بتاعت منع الدورة يعني خلال هذه الفترة يعني عشان بس تتم بالعمر بتاعتها أو الحج بتاعي يعني فلا بأس تستسهل وتأخذ هذه الحبوب بعد مراجعة الطبيبة عشان بس الحبوب دي ممكن يحصل منها ضرر أو ما شبه ذلك فهي تراجع ذلك مع الطبيبة طيب يقول أنا مغترب في أحد الدول وأحيانا بجنب عملي أعمل عمل في قاعة حفلات وفيها يقدمون للضيوف الأكل والتمر والفاكهة ونحن العمال لا نأكل إلا في آخر الحفلة قرب منتصف الليل وأنا أثناء العمل أأخذ بعض التمر أو الأكل لأني لا أستطيع أن أأكل بسبب العمل وفي آخر اليوم وبعد انتهاء الضيوف من الطعام نأخذ ما تبقى من أكل وفاكهة إلى سكن ولكن يروض من شك أنني في أنني لابد أن أستأذن والله إن كان الأمر في سعة والأكل هذا سيفسد لا بأس عليك أنك تأخذ هذا الطعام وتنتفع به بدلا أنه يرمى في المزابل لا خذه وانتفع به وكله واشربه عادي ولا تسرفه لو أنت استطعت أنك أنت تستأذن رب العمل أو صاحب العمل أو صاحب القاعة في أنك أنت تأخذ الطعام هذا فهذا يكون حسنا أيضا لكن زي ما قلت لو خدت الأكل ده وروحت به لا شيء عليك إن شاء الله عز وجل طيب تقول السلام عليكم وعلى الله وبركاته عليكم السلام وعلى الله وبركاته تقول زوجي ده ورشة لتصليح العدد ومن سنين في عدد عنده بتاعة ناس جاية تتصلح وتركوها ومش سألوا عليها وهو مش فاكرها بتاعة مين ولا يعرفهم يعمل فيها إيه ينفع يبيعها ويطلع تمنها لله ولا إيه الحل والله كان هذا يعني هذا يقوله حسنا هذا يعني أنه أنه يبيعها ممكن أن تصدق بها أو أنه ينتفع بها لو كانت شيئا ممتهنا يعني يعني طبعا هذه لا تعتبر لقطة أن ما كانت طبيعة عمال فهو ممكن أن تصدق بها بثمانها عن أصحابها يعني لا بأس في ذلك إن شاء الله طيب يقول السلام عليكم وعليكم السلام وعلى الله وبركاته يقول لو في طريقة بعرف أجيب منها فلوس من برنامج بطريقة معينة لبرنامج ده أمريكي هل الفلوس دي حرام لو راحت لله لو مش حرام هل لو بتيجي بطريقة فيها احتيال على البرنامج حرام احتال لو هتروح لله لا طبعا لا يجوز ليتها ما زنت ولا تصدق قديما قالوا كانت هناك مرأة تزني لكي تتصدق تزني علشان تاخد الفلوس اللي بتعملها بالقصة دي ترح تتصدق بها فقالوا ليتها ما زنت ولا تصدق إنك أنت لا تقع في محظور علشان تجيب الفلوس دي تتمرع بيها لا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة يبقى هذا المال مكتسب من وراء هذه المعاملة أو هذه الشاكلة يعني لا يجوز ما الحرم وهي ما جسم النبتة من سحط فالنار أو لا به طيب يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول برجاء توجيه نصيحة للموظف اللي بيطلب رشوة بكل بجاحة هذا رجل سوء هذا رجل سوء وهو يطعم أهله وولده مالد حراما لا يعني وهذا ملعون لا يعني الله الراشي والمرتشي الراشي اللي هو إيه الواحد هو أصلا بيرشيه عشان يمشيله أموره طواعية من عندي طيب بس أنا دلوقتي أنا عايز والله مصلحة تيمشي بس أنا مجبر على إننا أدفع فلوس علشان المصلحة تيمشي لإننا لو ما دفعتش فلوس الرجل هيقف لي المركب السهيرة زي ما بيقوله في الحالة دي أنا مجبر أنا مكره يبقى أنا هدفع المال دا وأنا مكره أنا مش راضي معذرة إلى ربكم يقول يا رب سامحني واضح إزاي والمرتشي اللي هو صاح يقول لراجل بعمل كده انت انت ليه تعمل كده انت دلوقتي لما انت جيت توظفت في الشغلانة اللي انت شغالها دلوقتي دي انت كنت عارف إن المرتب بتاعك رقم عشر أرش رقم معين مبلغ معين انت دلوقتي ارتضيت المبلغ ده ليه بتنقص على عقبيك ده حرام اتق الله ولا تطعم أهلك إلا حلالا كانت المرأة قديمة المرأة الصالحة كانت تقول لزوجها إذا أراد أن يخرج إلى العمل تقول اتق الله ولا تطعمنا إلا حلالا فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار يبقى انت تتق الله في نفسك وتتق الله في أولادك وتتق الله في زوجتك عشان ربنا يبرك لك في حياتك وربنا يبرك لك في معيشتك وربنا حتى يبرك لك في مالك ده إن أولادك دول يطلعوا نبت صالح وغرس مبارك لازم يا أخوانا الإنسان يتق الله في نفسه يتق الله في نفسك يعني ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعور واضح إزاي؟ فمسألة الرشوة هذه مسألة خطيرة جدا ونسأل الله أن يسلمنا وأن يحفظنا وإياكم ونرزقنا وإياكم الحلالة الطيبة وأن نبارك لنا فيه اللهم أمين نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا وإياكم من فضله اللهم آمين نسأل الله عز وجل أن يبعناكم ممن يستنعون القول فيتبعون أحسنه وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكرون